ولمزيد من التعليق انضموا لنا من اسطنبول العميد احمد رحال المحلل العسكري وستراتيجي عميد احمد بداية هل يمكن لروسيا ان تسهم في المرحلة المقبلة في حل سياسي في سوريا بسم الله الرحمن الرحيم يعني انا اعتقد انه لو كانت هناك ارادة روسية في البحث عن حل ما يحصل في سوريا اعتقد كنا انتهينا بهذا الامر نحن امام حوالي 8 اشهر من التدخل الروسي في سوريا لكنها ما تزال تؤمن بالاجندة الايرانية ما زالت تدعم نظام الاسد كلام السيد الجبير اليوم كان واضحا يعني حاولها لافروف ان يجاوب بلغة دبلوماسية ويرد بلغة دبلوماسية بعيدا عن المنطق لكن كلام الوزير الجبير كان واضحا لا لم نتفق على مصير الاسد وطالما انه لا اتفاق على مصير الاسد فاعتقد ان روسيا ما تزال تمشي في الطريق الخاطئ وما زالت تتعامل مع الاف السوري بمنطق العصابات والمافيات بعيدا عن منطق الدولة نعم كيف ترى فعالية الحوار بين روسيا ودول الخليج وهل ممكن يعني ان يثمر هذا التقارب في الوصول الى حل بشأن القضايا القليمية وخاصة القضية السورية يعني انا اعتقد انه لا روسيا ولا بقية الدول تستطيع تجاوز دور المملكة العربية السعودية واحقية مطالب دول الخليج من ان ايران تمارس نوع من الارهاب تمارس نوع من التدخل في الشؤون العربية التحالف الاسلامي الذي انشئ من قبل روسيا لمحاربة الارهاب ايضا لا احد يستطيع ان يزاود على دور المملكة في هذا الامر وبالتالي تجد روسيا نفسها مضطرة ومحرجة الا ان تكون متوافقة مع الطروحات المملكة واخواتها في الخليج وبالتالي انا اجد ان هناك نوع من التعاون لكن يبقى النقطة الحاسمة في الملف السوري والملف الايراني باتجاه الخليج هو ان تصل روسيا لقناعة من ان القيادة الايرانية حتى الان كما قلت تتعامل بمنطق العصابات تتعامل بمنطق التعدد تتعامل بمنطق عدم ضمان حقوق الاخرين عدم ضمان او التعامل بحق الجوار وبالتالي روسيا عندما تصل الى الحقيقة التي تقول ان نظام الاسد ونظام خامنئي هم مشكلة في الشرق الاوسط اعتقد ان روسيا تستطيع وقتها من ان تكون فاعلة في ايجاد مستقبل اهم للمنطقة لكن حتى الان انا اعتقد ان بوتين ما زال اصير الاسد واسير نظام الخامنئي في طهران نعم الروس يركز في علاقاته مع دول الخليج على الجانب الاقتصادي اكثر وهما يرحض ان هذه العلاقة تحظى بالنمو من خلال حجم التبادل التجاري مع دول الخليج برأي كيف يمكن ان تستثمر دول الخليج هذا البعد الاقتصادي في كسب مواقف سياسية روسية لصالح الازمة السورية والازمة اليمنية ايضا يعني انا اعتقد ان روسيا لديها ما يكفي من المشاكل لديها ما يكفي من الازمات اضافت اليها ازمة سياسية وازمة اقتصادية العقوبات الغربية على روسيا وعقوبات بما يخص شبه جزيرة القرم وما يخص اوكراينا وبالتالي تجد روسيا من ان لديها مخرج في دول الخليج دول الخليج التي مدت ليد وحاولت انشاء نوع من التعاون الاقتصادي المملكة العربية السعودية انشأت الصندوق السيادي في التعاون مع روسيا هذه الامور كانت تتمنى الدول الخليج وعلى رأسها المملكة العربية السعودية من يكون له صدى بقرارات سياسية تتوافق مع هذا الانفتاح الاقتصادي وانا اعتقد انه في النهاية سترضخ روسيا لاذا كانت تبحث عن مصلحة بلدها لا مصالح خارجية عندما يفكر بوتين عندما يفكر لافروف بمصالح الشعب الروسي اكثر من 30 مليون في روسيا يعيشون تحت خط الفقر هناك عقوبات كبيرة تطبق عليهم وبالتالي انا اعتقد ان تلك السياسة الاقتصادية دول الخليج قد تنعكس بقرارات سياسية مستقبلا تفساعد على تحقيق الامن في المنطقة العربية نعم عميد احمد على الصعيد الدولي ما هي خيارات المجتمع الدولي في سوريا في الوقت الراهن يعني انا اعتقد حتى الان المجتمع الدولي يتعامل مع سوريا بمنطقة السلية الخلفية المنطقة اللا اهمية لا تمثل اي اهمية جو سياسية بالنسبة للغرب وبالتالي هو يترك المنطقة عبثا يتركها تارة لحزب الله وايران ويتركها تارة لروسيا ومن قبلها تركها لمجازر بشار الاسد اعتقد ان الان انعكاس الامن في سوريا على دول الجوار انعكاسها على الحالة الامنية في الاتحاد الاوروبي وفي اوروبا اوجد نوع من الاهتمام لذلك وجدنا عودة الى القضية السورية ولكن حتى الان التعامل يأتي بمنطق اللامسئولية بعيدا عن وضع الحقائق امام المجتمع الدولي من ان ما يحصل في سوريا هو جريمة ويجب ان تكونونها قرارات حازمة وتطبيق قرارات مجلس الامن التي قررت في هذا الشأن نعم من اسطنبول عميد احمد رحال المحل العسكري والاستراتيجي شكرا جزيلا لك ترجمة نانسي قنقر